طيب أهلا وسهلا بحضراتك وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر من ورنا مولانا رمضان كريم مقارن بارك الله فيكم وأعاداه الله على الجميع بخير طيب رمضان شهر العبادة شهر القرآن والصيام نعم هل نقدر نقول أنه الصيام ليه مبادئ أولية لأسس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم فمن شهد منكم الشهر فليصمه والصلاة والسلام على سيد الصائمين سيدنا محمد بن عبد الله القائل ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له رضي الله تبارك وتعالى عن السابقين من الصحابة وآل البيت وأزواج النبي والخلفاء الراشدين المهديين أجمعين وأولياء الله الصالحين بادئ زي بدء امكن من الاقتران بالقاف الطيب في هذا العام أن يوم الاسنين القادم مثل اليوم بإذن الله تعالى سيكون غرة شهر رمضان بداية الصيام للمسلمين ونفس اليوم 11 مارس القادم يوم الاسنين بداية الصوم الكبير لأهل الكتاب إخوتنا المسيحيين الله أكبر فهذا الاختران اختران محبب ونسأل الله تعالى أن يعين الجميع على ابتغاء مرضات الله يعني احنا الاتنين هنبدأ الصيام سوى نعم نحن المسلمين عندنا صيام شهر رمضان المبارك عاده الله على الجميع بالخير وإخوتنا المسيحيين هي عندهم بداية الصوم الكبير هو نفس اليوم لازم ما الحق لأن أنا ما أنت صاحبي عزمني على الغداء فلازم نلحق الغدنة وهو قبل ما هو يبدأ صيام ونبدأ صيام ان شاء الله هنأخذها غداء ولا افترها متى مش عايير بس هنوزبط الدنيا ربنا كريم أما عن المبادئ الأولية للصيام بادئ حضرتك لما بتكون مدعو إلى حفل أو انت داعي ضيوف إلى منزلك سواء انت داعي أو المدعو بتكون في أبها حلة اذا أبها حلة أننا نستقبل رمضان بالتوبة والإنابة والاستغفار لله عز وجل لأن رمضان بداية عام جديد للأعمال الصالحة وغيرها لأن إذا كان شعبان ترفع فيه الأعمال معناه أن السجل للعام المنتهي بالنسبة للأعمال هيبقى شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال يعني إذا بتعبير آخر يبقى شهر رمضان بداية عام جديد للأعمال الصالحات وغيرها نسأل الله أن يوفقنا في ذلك الأمر الآخر يمكن طبعا بنستبق الأحداث لكن ضروري ننبه الناس أول حاجة استقل علم من أهل العلم رجائي لأن هيظهر بقى يعني طيور الظلام والخفافيش والمتطفلون ويعني هتظهر على السوشال ميديا وعلى الفوضى الإفتائية لكن لابد أن نرجع إلى من أمرنا الله بالربع إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر يحصرون في الأزهر الشريف فقط رجاء وأقول لعموم المسلمين فأول مسألة حتى لا يسيرونها بلبلة أنت عارف هما في مدرسة المشاربين كل ما يجي موسم أو مناسبة خالف تعرف وحرام وكفر وشرك وبيدعا والكلام اللي الناس يعني استوت منه وأنا شو أروح لشخص غير مجازلي الإجازة من الأزهر الشريف الشهادة من الأزهر الشريف يبقى أنا أروح للأزاهرة عاو بقى شو بقى يعني لسه ما فيش إحنا على بعد أيام من تحويل القبلة ولا تنص من الشعبين المدرسة إياها قالوا ده بدعا ومنكر وقبل كده قالوا الإسراء والمعراج منكر وقبل كده المولد النبي قالوا عليه منكر وقبل كده قالوا على الهجرة منكر يعني مش عارف هم عايزين يكلوا عيش بس للأسف مش على حساب الإسلام خليني بقى في اللي أنا عايز أنبع أساسيات الصيارة أول شيء النية قال الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الأنعم قل إن صلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال في سورة الزمر فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال في سورة البيينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى طيب النية بقى هننوي إيه طيب ممكن قبل ما تقولي ننوي إيه نعم أروح لفصل سريع جدا فارجع النية أنوي إيه نروح للفصل وهنرجع أهلا 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 بحضراتكم وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور رحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وقلنا النية أنوي إيه الركن الركين في أي عبادة في الإسلام النية طيب هننوي إيه ربنا يبارك فيك أنا هنا هختار مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ومن وافقه أنه نحن إن شاء الله عز وجل بالحساب الفلكة وهو أصبح يقيني حتى لا يزيد أحد يوم الأحد بإذن الله تعالى هيثبت دخول شهر رمضان يبقى يوم الأسنين اللي هو مثل اليوم هيكون أول أيام شهر رمضان بإذن الله عز وجل يبقى يوم الحد عاقب صلاة المغرب وبعد بيان فضيلة المفتي الرجل الزاهد العالم فضيلة الأستاذ الدكتور شوق علام يعني أنا أفخر بهذه الشخصية الحقيقة يعني كلنا بصلاة فهيظهر البيان بإذن الله تعالى يبقى هنا هننوي بقى إيه هننوي كما قال الإمام مالك رضي الله عنه نية واحدة للشهر كله نويته اليوم شهر رمضان بالزبط ليه بقى الإمام مالك ليه دليل كده جميل قال أنت لما بتجي تصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشة أو الصبح الظهر مثلا أربع ركعات أنت بتنوي أربع نيات ولا هي نية واحدة في أول العبادة هي نية واحدة في أول العبادة يبقى احنا هننوي نية إجمالية اللهم إني نويته صيام شهر رمضان تمام إيمانا واحتسابا لك يا الله فاعني وتقبل مني نفرض بقى أنت جيت في ليلة من الليالي ها وغفلت أو نمت ولم تستيقظ إلا في الصبح لأي اعتبار خلاص انت تنويت في أوله خلاص انت تنويت في أوله إنما لو قلنا كما قال بعض المذاب لا 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 الاحترام من ميزة الأظهر أنه ما عندهش أحديث الفكر صح ما هو اللي احنا بنعاني منه في الخطاب الديني أحديث الفكر الأظهر عنده تنويت في أوله لا ينكفع على مذهب بعينه ولا يقول إن الإسلام يحصر في هذا المذهب أو هذا الاتجاه خدت بالحضرتك فإنت النهاردة يعني الآن مثلاً معانا مذهب الشفع أقول لك مثلاً تجديد النية لكل ليلة طيب يا أخي نفرض لأي عرض من العوارض إنسان لم يجدد النية نام خد مرقد خد حقنة أنا بقول لك لأي اعتبار مشاغل ملهيات يبقى إذن هيبطل صومه لكن أنا أخذ باليسير لأن في ملحظة يا أستاذ يوسف إن في موضعين في القرآن الكريم ربنا رفع الحرج عن الناس اختار الله آيات الصيام ليقول فيها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر جاءت في آية الايه؟ الصيام وفي صورة الحج وما جعل عليكم في الدين من ايه؟ من حرج وفي التكاليف عامة في خواتم صورة البقرة هيبقى هنا ايه؟ ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه لا ما كسبت وعليما تشوف الانتقاء يعني لم يأتي كده فالمقصد الأساس القويم اللي أنا أغتنم فيه هذا اللقاء قبل أن يهل علينا شهر رمضان بالخير واليمن والبركات للعالم بأسره لمسلمي والغير مسلمي ألا وهو النية قلت نية وحدة عزيمة قلبية كافية للشهر كله هاي عايزة جدد وافتكرت بعد أزان المغرب جدد تمام أما نأتي بقى ربنا يبارك فيك إخلاص الصيام إخلاص الصيام يعني أنا أنشد الناس العبادة مع المعاملة مع السلوك هو ده الإسلام إيمان وإسلام وإحسان عبادة وعبودية وعبودة لله عز وجل فما يجيش واحد النهار ده يصوم أيوه يحافظ على المفتر على اكتناب المفترات من طلوع الفجر الصادق إلى تمام غروب الشمس لكن ليحتكر السلع لا يرفع الأسعار لا يغش لا يسرق يبقى صايم الزائم يقب الزعب لأنه بقى هقول الحديث لو أنه ما كنش عايز أختم به رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فصوموا صوما حقيقيا وفقنا الله لهذا صوما صيام وكل عام والجميع في خير وسلام اللهم أمين اللهم بلغنا ورمضان ونشوفك بقى كده في رمضان يا مولاني إن شاء الله على خير بإذن الله بإذن الله كل سنة وحياتك طيب وكل الشكر طبعا لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلصت حلقتنا كده أنا وكريم صايمين مع بعض يوم الاتنين اللي جاي يا مختنا جميعا بإن إحنا أبناء هذا الوطن الواحد خلصت الحلقة لحد كده لكن الكلام نسا مخلصش بكرا إن شاء الله لو كلنا العمر نتقابل معاكم في نفس المعاد وبرنامجيكم التاسعة سلامات